اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المستمعين وسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء في هذا البرنامج شفتح الهيئة أبوابها ونوافذها لاستقبال ملاحظاتكم وقتراحاتكم يعني كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام مثل ما عودناكم مستمعين نبتدي معاكم يعني إعلانات سريعة بس قبل الإعلان خلونا بس نطرح سؤال للحلقة سؤال للحلقة اللي يقول ما هو أكثر عدد من أدوات التعقب يمكن إضافتها إلى لوحة الإعدادات سؤال مش واضح بالنسبة لأشواء ممكن تتأكدين بس من فيصل شو اللي يقصد بأكثر عدد من أدوات التعقب التي يمكن إضافتها إلى لوحة الإعدادات نحن طبعا هذه الأسئلة بأجل سؤال لين بعد الفاصل وبطرحها مرة ثانية لأن السؤال بالنسبة لي مش واضح بهذا الشكل فما بطرحها على ساد المستمعين إلا إذا كان فيه معلومات أكثر تسمعين يا شواق؟ أوكي شكرا أيضا خلونا ناخذ بعض الإعلانات السريعة بالنسبة ل آخر موعد للتأمين الصحي مستمعين 31-12-2016 آخر موعد لتأمين العمالة المنزلية بعد هذا التاريخ سوف تكون هناك مخالفات مترتبة على هذا على عدم تأمين العمالة المنزلية اللي موجودة عندكم فالله يخليكم اللي عند عمالة ما أمنها وإقاماتها صادرة من إمارة دبي يجب عليك قانونيا أنك تأمنهم لازم تأمنهم إذا ما أمنتم أنت بتحط نفسك تحت طائلة المخالفة وقلنا فوائد التأمين شو هي وأيضا العملية اللي ممكن ترجع عليك أنت بالفايدة البارحة واحد من الشباب يعني هو من جنسية العربية قال لي محمود أبغي أأمن يعني أنا دخلت في مسألة عند زوجتي اضطريت أن أدفع مبالغ كبيرة على موضوع أن هي كانت حامل وسبحان الله يعني سقط هذا الحمل فأضطر يدفع مبالغه وراتبه يعني على قد فقالت لي عطيت الأرقام ما للشركات وهذه لكن بالفعل 550 إلي 750 هذه الباقات المتوفرة أوفر لك وأفضل لك أنك إبدال ما تصير توديها الطبيب يمكن على الدخلة الوحدة تدفع ألف درهم وفهم بالك إذا كان موضوع أكبر ممكن تدفع بالآلاف فأمن ما تعرف شو ممكن يستوي تقدر تسوق سيارة من غير تيمين أحسن صفار ما تقدر فأم عموما كيفكم يعني اللي يبغي يتخالف لا يمن صحة دبي تنظم مسيرة للتوعية بمرض السكر يوم 18-11-2016 بحديقة الزعبيل والدعوة عامة علما بأن هذه المسيرة سوف تنطلق الساعة السابعة صباحا الدعوة عامة حديقة الزعبيل يوم 18-11 يوم الجمعة فنتمنى مشاركتكم معنا في هذه الفعالية أيضا مؤتمر التغذية الثاني بينطلق تاريخ 17-11-2016 اليوم أيضا حملة دمي لوطني بتكون الحملة موجودة أو البنك المتنقل سوف يكون في بلدية دبي اللي موجود حوالين البلدية نتمنى أنه يمر البلدية ويتبرع بالدم ويشارك في هذه الحملة تغريدة تغريدة الغذائية التي تأتينا بالتعاون مع إدارة التغذية السريرية بهذه الصحبة دبي تقول إعادة تسخين الطعام يسبب فقدان الفيتامينات والمعادن ما سوالنا أبديت على السؤال فيصل طيب عنا مجموعة أخبار ما نقراها تي على السريع مكنسة لتنظيف الجروح وسرعة اندمالها ابتكر باحثون بريطانيون جهاز جديد في شكل مكنسة كهربائية صغيرة تساعد في تنظيف الجروح وسرعة اندمالها ويقوم الجهاز الجديد باستخلاص السوائل والصديد من الجرح وفي الوقت نفسه يساعد في تدفق الدم إلى المنطقة وتحفيز الجسم على علاج نفسه ولا تساعد هذه الطريقة التي تسمى علاجا بالضغط السلبي في منع العدوى وتعزيز فرص الشفاء فقط ولكن تسهم أيضا في منع إعادة فتح الجروح مرة أخرى ويتكون الجهاز الذي يطلق عليه اسم بيكو ويستخدم في بعض المستشفات بريطانية من ضمادة كبيرة ملتسقة بأنبوب بلاستيك إلى بطارية في حجم بطارية الهاتف وتوضع الضمادة على الجرح ثم تشغل البطارية فتبدأ بالعمل والله هذا الشي زين خاصة حق عيان عيانه ما شاء الله والله قبل كانوا شياطين حينما وين شياطين حين يالسين يا على الآيباد يا على التلفون قبل يزخون نحن ما أدري يكفلون البيبان وما أدري كذا عشان ما نطلع في القايلة حتى أقبل القايلة بعد ما ما نطلع الحين لا الحين يدزونهم دزل حوي بعدهم اللقاء بضيل الآيباد والتلفون حين زين الأمراض المعدية وراء سمنة الأطفال وجد باحثون أمريكيون أن الأمراض المعدية في مرحلة الطفولة تزيد بشكل كبير من خطر السمنة لدى الأطفال وقالت القائمة على الدراسة دي كون لي ذكرنا في بحوث سابقة عن المضادات الحيوية هي المسؤولة عن السمنة عند الأطفال ولكننا في وقت لاحق وجدنا أن لا علاقة لها بذلك فقد ظهرت الدلة على أن البكتيريا المعاوية هي المسؤولة عن نمو الطفل وقام العلماء بدراسة بيانات أكثر من 260 ألف طفل أعمارهم دون السن السادسة عشر فوجدوا أن الأمراض المعدية لها تأثير قوي في تكوين الأمعاء الدقيقة وهذا يؤدي لتدهور التمثيل الغذائي ونظام المناعة ما ينعكس في النتيجة على طول الطفل ووزنه ونتيجة لذلك يرتفع لدى الأطفال الذين يعانون من مرض من الأمراض المعدية في السنة الأولى من طفولتهم خطر زيادة الوزن وفي وقت لاحق من حياتهم بنسبة 25 في المئة عموما مستمعين نحن وصلنا إلى الفاصل الأول إن شاء الله بعد الفاصل نطرح عليكم سؤال المسابقة وما نعطيكم نص ساعة للإجابة على هذا السؤال عموما أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة وعن طريق الرسال نصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة فاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام طبعا الصفار انت لو تشوف الشاشة اللي جدامي ما شاء الله منه آخر واحد كان كفاحل كعبي قبلي في الستوديو مكبر الشاشة هل كبر حش مو لو يشوف أبو كريم حبيبي أبو كريم هذه أحلة تحية له أعتقد أنه يسمعني إذا ما كان يالس في شسم القهوة هذه اللي دومي يلس فيها ما أعرفه عموما مستمعين نرجع لموضوعنا بمناسبة الأسبوع الوطني للرضاعة الطبيعية ولأهمية هذا الموضوع للمجتمع بشكل عام وللتسليط الضو أكثر على هذا الموضوع يعني يسعدنا أن نستضيف معنا دكتور أمل دكتورة أمل الملة استشاري أمراض نساء وتوليد واستشاري الرضاعة طبيعية صبحت الله بالخير دكتورة وبطلب أنت تتقربين من المايك شوية إن شاء الله صبحك الله بالنور يا أخي سيدة محمود وأنا سعيدة جدا اليوم أنا موجودة بياكم في إذاعة نور دبي عشان يعني أقدر أوضح ولو شي بسيط عن أهمية الرضاعة الطبيعية جميل أنا عندي أول سؤال حاطل إياه فيصل بقولت عن نبس دكتورة خليني أطرح سؤال للحلقة للمستمعين اللي حابين يشاركون معنا مستمعين تطبيق حياتي هذا التطبيق كم عدد الأجهزة وأكثر أو أدوات التعقب التي يمكن إضافتها إلى لوحة الإعدادات يعني كم جهاز ممكن أربطه مع هذا التطبيق هل هو ثلاثة أربعة خمسة ولا ستة ثلاثة أربعة خمسة ستة وأنا عشان نفاصل الأول ما هذا قلت لا ناخذ ثلاثة أربعة خمسة دكتورة فوائد الرضاعة الطبيعية حاطب لهذا السؤال للطفل وللأم يعني هذه شغلة طبيعية نعم أيضا للمجتمع واللي مستغرب منها للأب إن شاء الله شو هي الفوائد يعني بشكل سريع شوف أستاذ محمود بشكل سريع إحنا الرضاعة الطبيعية يعني هو احتفال برا يعني احتفال عالمي أوكي كل سنة هاي السنة كان شعار الاحتفال بالرضاعة الطبيعية هو عامل رئيسي لتحقيق تنمية مستدامة شو معناها؟ معناها إن هما الحين هذا الشعار ما لهذا السنة يركز على أهمية الرضاعة الطبيعية على المدى الطويل للطفل وعلى الأم اللي هي تنمية مستدامة اللي هي تنمية للمجتمع أوكي فأنا الحين بشرح الفائدة الطبيعية للأم وللطفل فيه إحنا بنقسمهم قسمين الفائدة اللي هي السريعة أو اللي هي قصيرة المدى والطويلة المدى صح قصيرة المدى أول شيء الطفل اللي يرضى رضاعة طبيعية يكون طفل صح يعني طفل سليم قل عرضة للتعرض للأمراض المعدية كالتهابات الأذن الوسطى كالتهابات اللي هي الجهز التنفسي الأمراض المعدية الزيتام والكحة وهذا الأشي اللي يصدر ليش لأنه لأنه ياخذ من الأم كل الأجسام المضادة الموجودة في في حليب الأم وهذا يعمل عنده مناعة ضد كل الأمراض هاي جميل أنزين وبعدين برضو في مشكلة اللي هي بالذات في الأطفال الخدج عندهم مشكلة كبيرة اللي هي المشكلة اللي هو التهاب معوي في القولون هاي مشكلة كبيرة ممكن تؤدي إلى موت الطفل عشان يتحمي من هاي القصة لبن الأم فيه أجسام مضادة ضد هذا المرض بالضبط جميل أوكي بالنسبة للاستفادة اللي على طويلة المدى أول شيء طويلة المدى أنه الطفل يكون أقل عرضة للإصابة بالسمنة أمراض السكري أمراض القلب دكاء معدل دكاء أعلى بكثير من هاي تردده على العيادات أقل من الطفل الغير بالنسبة للأم الأم اللي برضو الفائدة اللي هي السريعة فقدان الوزن لأن أول ما تولد الأم تحتار كيف تفقد هذا الوزن لذا تدخل فترة الحامل فالرضاعة مجرد أنها تسوي رضاعة طبيعية تقريبا تفقد خمسمائة سعر حرارية رقم اثنين تساعدها على أنه يصل جسمها إلى الحجم الطبيعي التقلصات وهكذا على المدى البعيد الوقاية من أمراض السرطانات الثادي الوقاية من أمراض السرطانات المبيض الوقاية من أمراض الإصابة بالقلب والسكري وإلى آخير أمراض الروعية الدموية فهي الفايدة على الأم وعلى الجنين منطقيا منطقيا لو إحنا وصلنا هاي الفايدتين إحنا نعكسنا على فايدة المجتمع صحيح لأن إحنا تمنا نكون عندنا رؤية بعيدة خلقنا جيل صحي يعني صحي جيل واعي جيل خالي من الأمراض وإحنا شو أمراض العصر أمراض القلب السرطان أمراض الهاي فإحنا لو سوينا لو بننا البنية التحتية إن هي يعني أسسنا الأساس القوي أيوة فبالتالي إنت لما المجتمع يعني منطقيا بيكون المجتمع هو سليم صحي وسليم بالنسبة للأب أي بالنسبة للأب بتفضل الأب الأب عنده مشكلتين أساسية تين أو مشكلة أساسية واحدة أول شي الجانب المادي دائما المشاكل هاي هذا المشاكل هاي من أنتم بالعوزين هاي المشاكل المشكلة المادية نزين حين لما الأم ترضع طبيعي بالتالي وفرت عليه يشتري حليب من يعني تعلبت الحليب بثن ستين درهم أو أكثر يا السلام عليك يا دكتورة يا قلبه وايد المادية لا بعد فايدة ما هو الفايدة الحين الولد لما قلت لك أنا يكون معدل الدكامال أكثر من غيره مش وفرت عليه بعدين دروس صحيح يا السلام زي لما معدل إصابة بالأمراض يقل ما بيروح كنساء عند أطباء ويدفعها في تأمين صحي بيدفع أمومي الدكتورة أنا أنا مداخلة أعتقد من هو معنا محمد علي تفضلي يا أهلا محمد سامحني نطرتك على الخط تفضلي سيلي لا بابا طويل الأمر بغيت استفسر عن استعمينات بالخدم أنا عند عمال إقامتهم من دبي يشتغلون في الهير مزرعة في الهير ما لا علاقة الحين إن شاء الله يشتغلون ما أدري وين يعني بس هذا اللي قام من وين صادرة يقدرون يعالجون في الهير في مثلا تأمينات أحد التأمينات يقدر يعني يعالجنا منتز محمد أنا شو اللي بطلبه من عندك الحين باخذ رقامك وبخلي رقامك عندنا نحن السبوع الجاه بتكون عندنا حلقة خاصة عن التأمين من يب الدكتور حيدر أو من ينوب عنه وبيجاوب عليك للسفسارات الخاصة بالتأمين شو رايك نأجل السفسار للسبوع الجاه زاكر الله خيري محمد عموما نرجع لموضوع حلقتنا الدكتورة غير الفوائد المادية اللي ترجع على الأب خلينا نتكلم عن الأمور الصحية التي يجب على الأم اتباعها في عملية الرضاعة كم عدد الرضاعات المطلوبة في اليوم النصايح العامة لعملية الرضاعة المكان الوضعية شو الأشياء المهمة للأم اللي يجب عليها أن تعرفها شوفها وبالنسبة يعني كم رضاعة طبيعية هاي احنا الحين يعني ما نتبعها نزين يعني الأم مش بفروض تحط ساعة وتقول مثلا كل ساعة أنا برضع الطفل أو لا هي الحين رضاعة عند الحاجة وهي من أحد العشر خطوات اللي هي الأقرتها منظمة الصحة اليونسيف ولي نتبعها في مستشفيات الهيئة كلها اللي هي العشر خطوات لرياضة لرضاعة ناجحة منها اللي هي ما نعمل الرضاعة بالأوقات هي عند الحاجة وهذا لما تخليها الرضاعة عند الحاجة تكون إدرار الحليب أكتر يعني شو هي الخطوات العشرة الدكتورة على السريع نأخذهم باختصار إن شاء الله الخطوات العشرة أول شي إن هي تكون فيه سياسة مدونة للرضاعة الطبيعية في المستشفى جميع العاملين في المستشفى لازب أجب أن يكون عندهم مهارات اللازمة لشرح وتتقيف المرضى بهاي كل العامل وهي في المستشفى إحنا عندنا هي إلزامي شيء إلزامي لجميع العاملين جميع النساء الحوامل يجب عليهم أنهم يفهموا بالضبط شو فوائد الرضاعة الطبيعية وإحنا الحمد لله عيادة الرضاعة الطبيعية في مستشفى لطيفة أنجزت حوالي أربع تلاف تثقيف نعم أي تفضل الدكتورة إحنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا أربع تلاف سيدة تم تثقيفها العام الماضي وهي السنة إحنا الحين في نوفمبر وصلنا أربع تلاف ومئتين يعني الحمد لله هاي التثقيف الصحي بعدين مساعدة الأمهات على البدء في الرضاعة الطبيعية خلال أول نصف ساعة من الوضع هاي مهمة جدا اللي هي سكنتو سكنت كونتاكت إنه لازم أول ما الحرمة تولد نجيب الطفل على صدرها عشان يعني هاي هي البداية يعني جميل توضيح كيفية الإرضاع والمحافظة على إدرار الحليب أوكي إن الأم لازم تخلي الطفل عندها في الغرفة 24 ساعة يعني ما فينا تخلي الطفل في غرفة أخرى وحنا هاي برضو بنعناها في هيئة الصحة كان زمان لما الأم تولد البيبي يكون في الحضانة الحمى نعناها الحمى على الأم هاي من أهم الأطفال مفروض ما ياخدوا أي شيء لمدة أربع أو ستة شهور غير الرضاعة الطبيعية وفي ناس يقولون عطوهم ماء لا الماء لا هو معظم تكوين الحليب هو ماء فما يحتاج حتى ماء أربع لستة شهور مثل ما قلت أنا حسب الطلب ما في مفروض ما يكون هاي مفروض عدم إعطاء الطفل أي حلامات صناعية أو أي شيء غير الثدي ولا حتى لو حتى لو اضطرينا لو الطفل ما يقدر يرضع لو هو مثلا خدج بالملعقة أو بالكب لكن مش بالرضاعة أبدا ممتاز في طبعا إحنا أنشأنا مجموعات لدعم الرضاعة الطبيعية شو معنى مجموعات دعم الرضاعة الطبيعية يعني مثلا أنا كمريضة حصل لي مشكلة ما قلت تعرفها رضا وغيري 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 أنشأنا مجموع هاي المجموعات تتلاق مثلا مرة كل شهر مرة كل أسبوعين كل واحد يقول شو المشكلة عنده هاي مجموعات الدعم حلو جمي دكتور أنا بس هاي السؤال الحين سمعنا عن فيه شغل يسمونه تخزين حليب الأم هاي دعم أنتوا تخزرون هذا الحليب أنا كالطبيبة يعني لما كنت أشتغل لما رجعت العمل مالي بعد الولادة لازم كنت ألجأ لهال التخزين التخزين هذا بصراحة يعني وفر على الأم العاملة قوائد يعني بالنسبة للأم العاملة وحتى الأم مثلا ربت بيت يعني ممكن لو اضطرت لخروج إلى يعني إلى مكان معين والبيبي في البيت فيكون عندها التعليمات كيف أن الحليب لما هي تشفط الحليب من تديها تحطه في التلاجة من تحت مدة خمس أيام صالح أو مدة ستة الشهور في الفريزر طيب في بعض نقطة أخوي محمودة بس أفهمها لما تيجي الأم تستخدم هذا الحليب ممنوع الغليان ما تغليه ما تغليه يا إما تخليه بره هو بروحه يرجع طبيعي أو أنها تحطه في حمام دافي لكن أنها تغليه ممنوع لأنها تقتل الأجسام المضادة الموجودة ممتاز ممتاز طيب دكتورة يعني بعض المعتقدات الخاطئة اللي ممكن تكون عند النساء بالنسبة لي الرضاعة يعني أنه ممكن شكل الثدي يتغير أو ممكن يعني الرضاعة تخرب أجسامهم أو كذا أنت ذكرت أنه هذه مفيدة بالعبس ترجع على طول يعني جسمها يرجع طبيعي شو هي المعتقدات الخاطئة اللي عند الناس على السريع دكتورة وأيضا كلمة أخيرة المعتقدات الخاطئة أن هي مثلا مثلا لما يسعدوا بأشياء يعني مثلا مرضى كثير للعيادة تقول لي دكتورة اكتبوا لنا على اسم حليب البيبي ما يشبع لا البيبي يشبع سبحان الله وتعالى الله خالق يعني الكمية مناسبة لهذا العمر في هذا السن صحيح يعني سوي سمنا لكن الطفل الثاني يكون رشيق فمش معناه انه هاي هاي مثلا ممكن تحس انه هو يرهل الثادي مثلا ما تحطيك تقول تفضل لا يعني هاي الأشياء خاطئة ما لا علاقة بالموضوع هاي نعم طيب عموما نحن دكتورة اللي يصير معانا انه الستوديو هذا قاعدين جاهزونه بس للبث المباشر فعشان شيد أصوات شوية تدخل من البوابة لأن البوابة وممسكرة عندنا عموما دكتورة يعني الحديث معاش لا يمل عندنا وايد نقاط لكن نطلع مع هذا الفاصل وإن شاء الله نشوفوك في الأيام القادمة في المناسبات القادمة كذلك إن شاء الله شكرا يا سيد محمود وأنا سعيدة جدا أنا لو أسهمت ولو شي بسيط في يعني توعية بسبوع رضاعة طبيعية ما قصرتي دكتورة أمل الملة استشاري أمراض النساء وتوليد واستشاري رضاعة طبيعية في منستشفى لطيفة كانت تحدثنا عن أسبوع الوطن للرضاعة طبيعية شكرا جزيلا أيضا مستمعين نذكركم بسؤال الحلقة سؤال الحلقة يقول أنا بسهل عليكم وائد لأن أنا أول شي ما قد فهم السؤال لك حين أقولكم تطبيق حياتي ما أكثر عدد من أدوات التعقب أو عدد الأجهزة التي يمكن إضافتها إلى لوحة الإعدادات في هذا التطبيق هل أربعة ولا خمسة أربعة جزة أو خمسة إرسال الإجابات على أربعة صفر صفر خمسة أربعة صفر صفر ستة ولا دوده تفيني باللستوديو كل شوية حد يعني في صوت طالع ولا شي عموما الفايز بيفوز معنا بجهاز مراقبة مراقبة القلوكوز مع جهاز لقياس اللياقة البدنية مقدمة من إدارة تقنية المعلومات فاصلوا مرجع لكم أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة طبعا قبل الفاصل كنا نتحدث مستمعينا عن الرضاعة الطبيعية لكن الآن ما ننطلق إلى موضوع أو مفروض أن نرجع شوية قبل الرضاعة الطبيعية قبل لييل ولد أصلا من المراكز الطبيعية المتخصصة عندنا واللي ساهمت بشكل كبير طبعا بفضل الله يعني أن تسعد هؤلاء الأزواج وعائلاتهم مركز دبي للإخصاب والأمراض النسائية طبعا هذا الموضوع اللي ما نتكلم عنه في القادم من الدقائق من هذه الحلقة لكن قبل لأن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع خلونا نذكركم بسؤال الحلقة سؤال الحلقة تطبيق حياتي كم عدد أدوات التعقب أو الأجهزة التي يمكن إضافتها إلى لوحة الإعدادات وتوصيلها بهذا التطبيق هل هي أربعة أم خمسة للإجابة على أربعة صفر صفر ستة والفايز بيكون فايز معنا بجهازين الجهاز الأول مراقبة الجلوكوز والجهاز الثاني لقياس اللياقة البدنية عندنا في الستوديو الأستاذة هانع بيت طحوارة مدير مركز دبي للإخصاب والأمراض النسائية صبح الله بالخير وأيضا يرافقنا الدكتور محمد القليوبي استشاري الأمراض النسائية والإخصاب مرحبا دكتور شرفتنا اليوم أول بعد خلينا هنا يعني الناس يعرفين مركز الإخصاب في دبي لكن ما يمنع أن نذكرهم بهذا المركز نعطيهم نبذة عامة عن المركز والخدمات اللي يقدمها إن شاء الله أولا بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لمركز دبي للإخصاب مركز حكومي تبع هيئة الصحة تم إنشاءه في عام واحد وتسعين يعني فوق الأربع عشرين سنة حاليا من خلال التعاون مع مركز لندن للإخصاب برئاسة البروفيسور يعني كرافت واستمر هذا التعاون لحد الفين وثمانية ومن ثم تم الاستقلال بتقديم الخدمات من خلال مركز دبي للإخصاب فقط حاليا تقريبا عندنا فوق الواحد وعشرين ألف عائلة مسجلين للعلاج في مركز دبي للإخصاب منذ افتتاحه نجمع من جنسيات مختلفة من مختلف الجنسيات يعني ممكن نعطي 56 نسبة للمواطنين والبقية كنسبة للجهات والدول الأخرى بالنسبة لعدد المواليد حتى الآن منذ إنشاء المركز وصلنا بموجب آخر إحصائية محدثة في نهاية 2015 4132 مولود إن شاء الله الحمد لله وبالنسبة لمواليد عام 2015 231 231 طبعا هذه ممكن نزيد عليهم 20% لبعض اللي هم وازالوا بعدهم في مرحلة الحمل اللي هي بعدنا ما حدثناها جميل أنا في بعض الأسئلة اللي تينا عن التأمين الصحي بأجلها إن شاء الله لحلقة التأمين مستمعين الآن نتكلم عن مركز دبي للإخصاب والأمراض النسائية طبعا المركز يعني قدرنا والله الحمد نحصل بعض الاعتمادات العالمية في هذا المجال الدكتوري هنا إذا قدرنا بس تعطينا لمحة عن هذه الاعتمادات وإيضا التقنيات والأجهزة الحديثة اللي ضفتوها في هذا المركز طبعا خلال 2014 ارتقينا أننا نحن نقدم على اعتماد دولي وخلال 2015 حصلنا على الاعتماد اشتغلنا على أننا نحدث أجهزتنا بنسبة 80% جميع أجهزتنا اللي هي تقدم خدمات الأخصاب من خلال المختبر تم تحديثها بشكل حديث وجديد ويتناسب مع تطورات الفنية لتعطي أعلى نسب نجاح في الحمل وحصلنا على الاعتماد في شهر ثلاثة طبعا بهذا الاعتماد نحن نعتبر أول مركز لمختبر الأخصاب متخصص في علاج العقم يحصل على هذا الاعتماد على مستوى الشرق الأوسط ودولة الإمارات هذا يخلينا نحن نعزز جميع إجراءات العمل يعني ساعدنا أن نعزز جميع إجراءات العمل ونرفعها من تقريبا 19 إجراء بس في مختبر الأخصاب إلى أكثر من 76 إجراء بالتالي هذا يرفع من سلامة التعامل مع إجراءات العمل المتبعة في المختبر بأعلى معايير للجودة إضافة إلى أن استحدثنا برامج جديدة لارتقاء بالتقنيات الإلكترونية بتشمل برنامج بيتم طبعا إن شاء الله شراءه وتركيبه حليح في مرحلة الشراء في أول ثلاثة شهور من عام 2017 هذا بيساعد على أن نحن نسوي عمليات تدقيق إلكتروني على عينات الزوج والزوجة خلال جميع مراحل تناقلهم في المختبر والعمليات فهذا إجاز يعني نحن مبسوطين نحن إن شاء الله أنا الحين بطلع شوية من الجانب الإداري بدخل إلى الجانب الطبي مع دكتور محمد دكتور يعني يعني العلم تطور في مجال الإخصاب بشكل كبير ولكن متى يلجأ الزوجين لخدمات مراكز الإخصاب وعند دكاترة الأمراض النسائية متى يجب عليهم أن يلجوا بسم الله الرحمن الرحيم هو الحقيقة أنا بس كنت عايز أضيف إضافة بسيطة مركز دبي الأمراض النسائية والإخصاب من المراكز العالمية لأن المركز الحقيقة كان من أوائل الناس اللي نجحوا حتى عمل تقنيات دات العالم كلها ماشي وراء دلوقتي مثلا تقنية زعينا من الحيوانات المنوية من القسية مباشرة كان المركز هو الأول في نشر هذه الأبحاث ومشاء الله العالم كله ماشي وراءنا أنا بالنسبة لي لأني كنت مشتغلة في الأخصاب ممكن حاجات طبية فكان بالنسبة لي جديم هاي الخزعة عد كتر على أيام مثلا يعني من ضمن في حاجات كتير أول أطفال توائم من هذه الخزعة كان متسجنين عم صور العالم كان المركز مركز دبي للأخصاب مركز دبي للأخصاب مثلا ما دام هنا تفضلت وقالت إن إحنا عندنا أربعة تلاف وتلتمية وشوية طفل مولدين مثلا إحنا كنا عملنا برضو نفس الناشخات دو كان في 2005 وكنا إحنا وبورنهول معروف على مستوى العالم يعني كان هما بيقولوا إن إحنا عملنا 3000 وإحنا كنا ساعتها عاملين 220 أو يعني كان وصلنا العدد 220 فعلى مستوى العالم المركز ما شاء الله في منتهى الجماعة بالنسبة للزوجين اللي هما حصل فيه علاقة زوجية بدون استخدام مانع للحمد لمدة سنة ولم يأذن الله عز وجل بالحمل أعتقد أنهم المفهوض يشوفوا حد من زميلي أو يقولنا ألا سنسوف إيه سبب تأخر الحمل لكن في بعض الحالات برضو بنخلي السنة دي فترة أقل كوي أقل من كده شوية خصوصا لو كان مثلا سن المرأة بدأ يزيد شوية مثلا عن سن 35 سنة أو أكتر طيب دكتور يعني هناك بعض المعتقدات الخاطئة لدى المرضى في مساء الإخصاب المراضة النسائية سواء بالتوجه إلى الطبيب أو حتى بعدم التوجه إلى الطبيب يا ترى ما هي هذه المعتقدات وكيف يجب أن نصحح هذه المعتقدات عند هؤلاء المرضى في حاجة الحمد لله أعتقد أنها تتقل شوية وهو الأعتقاد أن المرأة هي لو فيه مشكلة بالمرأة بس بس الحمد لله أعتقد أن نواعي الناس يبتدوا يزيد ويبتدوا يتقبلوا أن سبحان الله المرض أمر من الله عز وجل الاختبار من عند الله ومش معنا هي نسبة عند مين أكثر دكتور عادة لا والله تقريبا 40% لسيدات فقط 40% رجالة فقط و20% فيهم المرأة أكثر وما ما جابش برضو ويعني تيجا صح يعني الكلام ده مش مصبوط 100% الموضوع الثالث إنه هو المرأة لو تحرك الطبيعة وبيعت عادية إن ده ممكن يقل الفرص الحمل كلام ضمن مصبوط برضو يعني في شوية حاجات يعني بإذن الله بإذن الله في الفترة القادمة مع انتشار الوعي تكون لا تختفي بإذن الله أنا ذكر لي دكتور الله قصة عجيبة غريبة كان واحد يتكلم عن خاتم خاتم دكتور هذا يساعد على الإخصاب وعلى كذا تخيل الفكر وين يتعلق لأن الواحد اللي يعاني من هذه المشاكل أكيد هناك الكثير تتوالد في داخله عند الزوجين عند الأب والأم يعني عند الرجل والمرأة عفوا بغرض بغرض يريد يشوف ولد يعني شو أجمل من هذه السعادة اللي أنتو توفرونها لهؤلاء المرضى يعني أعتقد كم قلت لي كم طفل ما شاء الله طلعتوه 4300 4300 يعني 4300 حالة من السعادة أوجدتوها عندها الآن إذا ما بتكلم عن الشروط اللي وضعتوها لاستقبال مثل هذه الحالات عندكم في المركز الشروط أنه لازم حضور بموجب قانون الاتحادي لمراكز الأخصاب حضور الزوجين أمر الزامي عند أول زيارة وعند وقت عملية سحب البويضات وعند وقت رجاع الأجنة فإحنا نواجه صعوبة حاليا بعد مع الأزواج في أننا ننقل مثل هذا الشيء لهم وساعاتي صر الزوج أنا ما أقدر أي أكون مثلا عندي جهة عمل خارج الدولة بس ننظم معهم بحيث أن ما يبتدون العلاج اللي يكونوا متواجدين لأن تعتبر عليها مخالفة في حال أنه ما كان الزوج موجود فها تحدي من التحديات اللي نواجهها أحب أضيف إلى أسباب العقم ونحن نحتاج إلى حملات توعية مكثفة فيما يخص أمراض السمنة التدخين هاي الأمور كلها لها تأثير كبير على حالات الإنجاب فنتمنى إن شاء الله يكون فيه تعاون والجهات المعنية في أنها تكثف من عمليات التوعية المتعلقة بهذه الأمور أبي ساعد لخت هنا تطرقت لموضوع جدا مهم دكتور هي مسألة العوائق التي قد تحول دون الإنجاب أو دون الإخصاب السليم عند الزوجين هو الحقيقة كلام هنا مهم جدا لأن للأسف احنا بلحظ على مصار العالم كله في زيادة في الوزن وفي قلة في النشاط الرياضي المصبوط يعني في زيادة من الضغوط النفسية ككل وقدمه تناسق مع المجتمع ككل وللأسف الكلام ده له تأسير كدا على خصوبة الطرفين وفي أمراض سبحان الله يعني ممكن يكون فيه مسلا مشاكل عند الزوج من ناحية عدد الحيوانات المنوية أو حركتها أو نشاطها أو شكلها أو كده أو فيه مشاكل عند الزوجة نفسها من دحية الطبويد أنه لاحظ أنها طبويد طبيعي أو عندها أمراض مثلا تؤدي إلى انسداد الأنابيب أو لضعف التقصيب أو أن الحملة ما يثبتش يعني هنا أنا حتى التقنيات اليديدة التي جريت عنها أنتم واصلين مرحلة تحددون نوع الجنين خدمات الإمبريل شو هذه إن شاء الله إحنا ناوين كنا نتكلم عنها من ضمن التقنيات اليديدة أنا ما عرف أقول اسمها أصلا هي لاصق تعتبر يعني ترجمتها مادة تستخدم كنوع من اللاصق تندرج خدمات المختبر لزيادة فرص الحمل عندنا كذا خدمة بيتكلم عنها الدكتور بشكل تفصيلي بس فعلا ساهمت في رفع نسبة نجاح الحمل فحاليا نسبة نجاح الحمل ارتفعت إلى 63% مقارنة بالعام 57% وي أصلا فوق المعدل العالمي المعدل العالمي كم دكتور بفضل الله عز وجل إحنا معدين كل حتى موجودة في أوروبا 40-50 معدل العالمي وريبين شوي يعني من أمريكا تقريبا نفس المعدلات بتاعتنا بس إحنا معدين أوروبا كلها الحمد لله بفضل من ربي سبحانه العام الحقن المجهري نسبة 64% عندنا ساعة الدكاتوري جمدون البيضات وبعد تجميدها يستدعون المريضة يبدون المريضة نسبة نجاح 60% من خلال آخر إحصائية سجلنا 149 حالة في هذا الفحص الجيني اللي هو الأمراض الوراثية وتحديد الجنس منهم 50% طلب لتحديد الجنس شميل دكتور هذا اللي جهلت عنا التقنية شو اسمها الامبريجلو الامبريجلو أول حقيقة الامبريجلو عالميا شو هي هقول لحضرتك هو الجنين المفروض أول ما بيدخل داخل الرحم في الأول بيلزق في جدار الرحم الداخلي اللازق دو نتيجة إفرازات طبعية بتفرز من الجنين وبطانة الرحم بحيث تساعد إن الجنين ده يلزق وبالتالي يبتدي بعد كده يلتحم بجدار المبيض ويقدر يحصل الحمل في لقينا في بعض الحالات اللي بيحصل فيها إن فشل كتير كذا مرة من أطفال الأنابيب أو كده إن احنا لو استخدمنا هذا اللازق البيولوجي أو اللازق الحيوي يعني إنه ممكن تزيد فرص الحمل بإذن الله في هذه المجموعة والناس وبالتالي هو مش بيستخدم في كل الحالات هو له حيثة معينة أو أماكن معينة في بعض المواصلات عشين يستخدم لكن مما لشك فيه إنه هو يعني متجرب في حتة كتير في العالم وجايب نتائج الحمد لله كويسة وجايب نتائج عندنا كويسة الحمد لله الحمد لله نعم أشواغ شوفيلي في ميسج جوة موكة رقم التواصل الموضوع بيهمني ممكن تتصلين في السائل هنا وأيضا رقم التواصل معنا يعني الوقت خلص بس حاولي تاخدين هذه المداخلة 600551414 أنا سامحوني ما شاء الله الحديث شيخ كان فلسيت حتى أذكر السؤال مرة ثانية وثالثة فشوفي صاحبة المسج التصلي فيها بس أذكر بسؤال الحلقة اليوم والجواب هو خمس أجهزة السؤال كان يقول تطبيق حياتي كم عدد الأجهزة أو أكثر عدد من أدوات التعقب التي يمكن إضافتها إلى لوحة الإعدادات في هذا التطبيق الجواب هو خمس أجهزة ومنوقف استقبال الإجابات على هذا السؤال الآن أنا لأن الوقت قاعد يمشي عندي بسرعة إذا قدرتوا تحصلون المداخلة زين ما قدرتوا خلونا نكمل على الحوار عندنا أبغي أسأل يعني السؤال شوي من الحالات الغريبة اللي مرت عليكم شو هي أغرب الحالات إذا تذكرنا بعض القصص على السؤال لا هو الحياة هو الحياة طمام أنا ليش أقول حالات غريبة لأنها ممكن تكون إنجازات بالنسبة لكم هو بص أي حد بيدخل عندنا وربنا سبحانه وتعالى بيرزقه بطفل ده إنجاز ده مهما كان إنجاز لأنه جابعد معنا لأنه طبعا بيقف فيه في المال والبنون زينة في الحياة الدنيا فلكن مثلا أنا أتذكر مثلا شهر الفات كان عندي سيدة وزوجها من عمان وكان عندهم يعني حمله بنتي دايما بسقط يعني سبع مرات حمله وكل مرة بيحصل سقط وإحنا بفضل الله عز وجل عملنا لهم الفحص الجيني الوراثي وعشان نضمن إن الجنين دايبا سليم وراسيا لما تدخله وإستخدمنا كمان اللازق اللازق البيوليزي وسبحان الله الحمد للغاية دلوقات الحمل ما شاء الله كويس وما فيش الصات يعني كان دايما كبتسقط بدري كده فدلوقتي مسألة الحمل المستمر يعني فدي مثلا في الحاجة القريبة اللي في دماغي يعني نحن هذه التقنية ضفناها في آخر 2015 يعني مش من الزمان هي أحدث تقنية أنا حاب أتكلم عن مبادرة أمل إذا ممكن أنا كتابة أسألت عنها نعم أنه فعلا في تطور في عدد المواليد حين تقريبا ما نكمل ثلاث سنين خلينا نقولهم شو هي مبادرة أمل في البداية مبادرة أمل هي مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد براشد لعلاج مواطني إمارة دبي لعدد ثلاث محاولات سنويا إلى حد الإنجاب والحمد لله نجم من خلال علاج تقريبا هو المسجلين حاليا عندنا كاري كورد 527 حالة بس ما بشرط كلهم ابتدوا لأنه يعتمد على برنامج العلاج اللي يتبع الدكتور من اللي ابتدوا عندي في 2013-15 ولادة لأنه ابتدت في شهر 7 المبادرة في 2014-16 مولود في 2015 ارتفع إلى 34 مولود ما شاء الله بالتالي توتل عندي 69 مولود نحن طبعا يالسين نحدث للبيانات فاحتمال أن يوصل لثماني هذه المبادرة إذن لعلاج مواطني إمارة دبي هي مكرمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في هذا المجال والله يعطيكم العافية يعني هذا مجهود جميل وكبير تقدمونه وأيضا دكتور هل هناك تقنيات في العالم موجودة عندنا؟ لا بص أقول لك حاجة ما فيش عندي بره في العالم حاجة ما تعتبرش عدة مراحل التجارب مش موجودة من جودة الحمد لله يعني القائمين على المركز بيحاولوا بقدر إمكاني ده خلوا كل حاجة حديثة بأسرة لكن في العالم فيه تقنيات جدا لسه ما زالت ومراحل الاختبارات وإحنا حريسين جدا أن الحاجة ما تتنقلش إلا ما تعدي مراحل التجارب للتأكد أنها مش هتعمل لي مشاكل ففيه طبعا فيه تقنيات للناس اللي عندهم ضعف في الطبويت فيه تقنيات للي عندهم مثلا الرجال اللي معنا ندوش حينا نتمنوية إزاي ممكن أننا نستخدم بسها خلاقية زائية أو حاجة تانية لعامل هذا المالي جميل اسمي فايز قبل الضيفين الفايز معنا أحمد راشد المهيري ألف مبروك فايز معنا بجهازين الجهاز الأول لقياس القلوكوز مراقبة القلوكوز وجهاز الثاني لقياس اللياقة البدنية أنا الإضافة هذه باعتبرها كلمة أخيرة عشان وقت البرنامج استاضلي وخبرين أرقام التواصل معاتي إن شاء الله الدكتور محمد ذكر أنه فيه تقنيات هاي اتنا مواكبينها بس حاليا للأسف فيه تقنية من التقنيات اللي هي علاج الخزع المجهرية الخصية مع التصوير المقطعي تحتاج إلى جهاز مقطعي بموجب محدودية المكان عندنا ما استطعنا نشتري هالجهاز ونوفره بس من ضمن خطتنا في المبنى الجديد اللي إن شاء الله باينشأ واحتمال إن ينتهي من بناءه في نهاية 2017 مثل ما صرحت هيئة الصحة في المشهر إن شاء الله يا رب شو أرقام التواصل معاكم؟ مركز دبي للأخصاب الرقم الرئيسي صفر أربعة ما تتذكر مم مشكلة على ثمانيمة ثلاثة أربعة ثنية ممكن يحصون الأرقام والتواصل طبعا ممكنكم أنتم في مدينة دبي دبي طبية مبنى الرازي مبنى الرازي أربعة وستين بلوك سي دي بلوك سي دي سي دي دور الأول أوكي شكرا جزيلا لدكتور دكتور محمد القليوبي استشاري أمراض النسائية والإخصاب سامحنا نحك أود أن نأخذ أقاذك الله كل خير وقت أكثر معك لكن وقت البرنامج شوي ما أسعفنا وأيضا كل الشكر حق هنا عبيت أحوار ومدير مركز دبي للإخصاب والأمراض النسائية وإن شاء الله يا رب نشوف مبنىكم اليدين يخلصوا أكثر عموما مستمعين وصلنا لختم حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة تقبل وتحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وفي التنسيق كانت معنا أشواق وفي الأخراج محمد الصفر والإعداد فيصل بن فارس في الختام نقول لكم دمتم بصحة وسلامة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي